اليوم ان شاء الله راح تكلم عن موضوع الـ Pre-Operative Care and Post-Operative Care وهو العناية بالمريض قبل وبعد العمليات وكثير من الكتب التمريضية تتكلم عن هذا الموضوع باسترسال شديد لدرجة انه الطالب يصير يضيع ما بين النقاط المهمة والنقاط اللي ما نقدر نقولها غير مهمة لكنها اقل اهمية من ناحية انه الطالب يكون عارفها اول موضوع حتى الموجود في قسم العمليات اولا مرحلة Pre-Operative تكون مرحلة هذه في القسم اللي موجود فيه المريض قبل العمليات يعني مثلا قسم التنويم واكثر القسم اللي هو قسم ايا اما قسم الجراحة الـ Surgical Worth او يكون في قسم الطوارئ ممكن تكون العملية مستعجلة طيب في المرحلة هذه في Pre-Operative Care اهم Implementation او اهم اجراءات تكون عندنا انه الباشنط يكون صائم من 8 الى 10 ساعات قبل العملية الغرض انه الباشنط يكون صائم حتى وقت العملية ما يصير له ترجيع والباشنط ما يقدر يتحكم في الترجيع اثناء العملية لانه اصلا مخدر ولا يقدر يطلع المكونات تكون موجودة في المعدة فايش يصير لها ترجع على الرئة وتسبب لي اصبع يريش ونسبب لي اختناق وبالتالي يكون فيه complication جدا خطيرة على حياة المريض احيانا clear fluid allowed for hour before surgery اللي هي سواء اللي تكون شفافة مثل الموية تكون مسموح اربع ساعات قبل العملية ومو دائما لكن احيانا assist client understanding of procedure وهذه اهم النقطة انه الباشنط يكون فاهم البروزيجر كامل فاهم الاجراء والله العظيم فيه باشنط يتخلون العمليات ما يدري العملية هالي اش راح يصير فيها وهذا مو غلط المريض الغلط على الدكتور اللي راح يحمل العملية او السرجن وعلى النيرس الموجودة او المسؤولة عن هذا الباشنط طبعا اساسا في النقطة هذه انه الدكتور لازم يشرح للباشنط البنيفت والريسك وش يعني بنيفت والريسك يعني الفوائد من هذا العملية والمخاطر المحتمل للهامد العملية احيانا المخاطر تكون نزيف بعد العملية ممكن يكون الباشنط بعد العملية ما راح يقدر يمشي مرة ثانية ممكن الباشنط راح يفقد وظيفة معينة داخل الجسم نتيجة ازالة هذا العضو او ترميم هذا العضو او ايش ما كانت العملية لازم يكون لها مخاطر محتمل ولازم يكون لها فوائد على هذا المريض بالتالي لازم تنشرح للباشنط ويكون فاهم الاجراء كامل احيانا الباشنط يحتاج الوقت حتى انه يفكر حتى انه يعبر عن مشاعره تجاه انه راح يخوض العملية هذي فانا اعطيه الوقت الكافي ما اضغط عليه واجه سراحة جاية يلا بسرعة نلبس اخلينه وقت كافي حتى انه يفكر في الموضوع زين ثانية حاجة الاسكن شايفينج او حلق الشعر طبعا طبيعي الممرض او الممرضة المسؤولين عن الباشنط لازم يحلقون المنطقة اللي راح يصير فيها العملية حتى انه يساعدون بعد العمليات ما يصير فيها عدوى في المكان لانه الشعر لو كان موجوده مكان راح يكون سورس فور انفكشن ويكون الباشنط رسك فور انفكشن يصير له احتمال عدوى سبب الرطوبة إذا كان المكان ما في شعر لكن عادي قبل العملية مباشرة نقدر نثوي الحلاقة يعني احنا نحلق نحلق بشويش ما نحلق ونبدأ نقطع في الباشنط وسبب الى خدوش او تمزقات يعني جهة نمو الشعر نحلق من جهة نمو الشعر مو العكس